بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم غالياتي نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا كامل متهنين طليت عليكم حبيباتي بصابلي بريسيج بالطليا و شو نقولكم من اروح ما يكون ورشة يعني ورشة رح تكون مجانية رايحين تشوفوا معي في هاذ الفيديو فوش نحضر واحد الصابلي و صابلي الكيلة اللي ما اعتمداتو و ما نبدلش هدى الوصفة تلمو بزف هايل رايحين نتودعوا كامل المشاكل صابلي اللي كنتم اتواجهوها سابقا ما يتكمش ما يتغير شكله في الفرن ما يتشقق ما يتكسر يعني من اروح ما يكون كذلك رح نشارككم بوحدة طليا روايال بدون بيض من اروح ما يكون جي ناشفة و جي طرية وش نقولكم بنتها رائعة جدا كذلك رحين نحشيوه بوحدة الحشو بعيدا عن كلمة الزبدة و هذيك الكريمات بما انه الصيف يعني جبت لكم صابلي ام والم الصيف كذلك يعني والم جميع الاوقات من نتمنى حبيبتي تتابعوا الفيديو من الاول الاخر كامل ركما رايحين تستفادوا بإذن الله نقولوا بسم الله وعلى بركتي الله بأول حاجة اللي هو الصابلي عندي 250 جرام تعلام مارغارين تكون تريا حطيتها في ريسيبيون اضفتها رشة الملح مع ملعقة صغيرة فانيلا هنا حبيبتي بما انه صابلي الكيل يعني رايحين نرفضوا البوات هذيك تعلام مارغارين نكملوا بها جميع المقادر عندي هنا يكيلة ناقص أصبع سكر ناعم نضربوا جيدا هنا بالضراب الكهربائي كما تقدروا تستخدموا الفوي ولا اليد يعني كامل يصلحوا معكم نضربوا هنا يا جيدا حتى تندمج هذيك الكميات على مارغارين مع السكر بهذه الطريقة تحصلوا على قوام يكون كريمي نضيفوا هنا يا زوج حبيبتي على البيض ضروري انهم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ لا تستهينوا هنا حبيبتي بهذه اللي زاسيس والله هذه الملاحظات لأنه هي اللي تخليها تخلي الصبل يكون ناجح وما توجهوا فيه حتى مشاكل نضرب جيدا هنا هذا البيض نضيفوا هنا نص الكيلة زيت نباتي يعني رأنا نستخدمه بهذه العلبة إذا حبيتوا تضعفوا المقادير تديروا بالعلبة 500 قرام يعني تستمروا بنفس الطريقة نضرب هنا جيدا كما راكم تشوفوا شكو فنضيف مكون نضرب مليح وهنا حبيبيتي بعدما ندامج تلك الكميات العزية نضيف هنا يا كيلة تعنيشة ولا لا مايزينة مع كيس خميرة الحلويات وزن الكيس 10 قرام راح نخلي لكم حبيبيتي المقادير كامل في صندوق الوصف وانتم ما معلكم غير بالدعم بإذن الله رايحة يعني أي حاجة تطلبوها نلبيها لكم فقط نحتاج منكم كل الدعم انكم تخليوا لهذه البصمة لايك والجام وكذلك تكثروا لي من التعليق واللي دخلتني جديدة ونقول لك مرحبا بك تنوريني وإن شاء الله تكوني أخت من الأخوات ضفت هنا حبيبيتي كمية من الفارينا ونقعد نضيفها على دفوعات حتى نتحصل على العجينة تكون طريقة غطيت هنا يا بابي فيلم ونجبت هنا يا حبيبيتي كيس بلاستيكي حطيت العجينة تاعي في الواسط ونطرحها على سمك يعني ماشي يرقيق بزاف وماشي أغلب جبت هنا يا هذا الطابع الدائري كما راكم تشوفوا انتم ما لكم الحرية في اختيار الطابع اللي راح تطبعوا به نطبع هنا يا ضوائر بهذا السمك يعني قربت معاكم باش تشوفوا السمك تاع الحلوة تاعنا متوسط ونبدأ هنا يا نحي في القاطو تاعي ولا في صبلي تاعي من بعد هنا حبيبيتي لقيت هذك الكيس البلاستيكي يعني يرمي شوية ذاك الكولر تاعوا لذلك هنا بدلت بورق الزبدة كان يعني ولمني أحسن وأحسن هنا في بلاطون مرشوش بشوية تاع الفارينة حطيت الصابلي تاعي دخلته للفرن يكون مشعل مسبقا بالنسبة للدرج الحرارة تكون متوسطة نحطه في الرف اللي في الواسط ونطيبوه غير من الأسفل فقط ونطيبوه غير من الأسفل فقط عندي هنا كمية من الكوكاو اللي يكون محمص ومطحون شوية ريح للرقيق ونحتاجوا هنا يا توفيا كان عمال اللي كنت خدمتها معاكم صنع منزلي كذلك حبيبيتي راح نخليلكم رابط الوصفة في صندوق الوصف وكذلك في تعليق مثبت يعني هذا الطوفيا كما راكم تشوفو عندها أكثر من أسبوع وهي في الثلاجة مصر الهوالو كذلك قوامها كما راكم تشوفو قوامها يعني متغير مصر تلو حتى حاجة وكذلك طبق الأصل على تعبرها الحشوتانة عبرة عن كوكا ومحمص ومطحون شوية فرقيق والميناه فقط بالتوفيا كرامع هنا حبيبيتي نشوفو هنا لصاب لي التوعيك كنت درت شكلين درت مثلث ودرت دائري بالنسبة لهذا الفيديو كنت درت معاكم الشكل الدائري وهذا كل مثلث راح ندير لكم به فيديو آخر بحشو جديد ويعني نخلي لكم ما نكسر المفاجأة ندير لكم يعني أصاب لي ووش نقولكم كي ما يحب خاطركم نجي هنا حبيبيتي نحشي الحبيبة تعصاب لي تاعي بهذا الطريقة إذا شفتوا كمية الحشو يعني خرجت شوية حاولوا أنكم بصبعكم يعني تعدلوها في الأطراف حشيتهم كامل خليتهم دكوتي نروح مع بعض نحضروا الطليار وايال بدون بيض عندي هنا يا حبيبتي كاس تعا أم وليد درت ربع الكاس ماء الظهر عندي ربع الكاس زيت نباتي وعندي ربع الكاس عاصير ليمون يكون مصفة بهذا الطريقة يعني مقادير ولا أسهل ذلك نعطي لكم القلاسات هذي اشحال تطليلكم من حبة ونحتاجوا هنا يا ضروري في هذا الطليا انكم تديروا كمية من الملون الأبيض ضروري ثم ضروري الطليا تاعكم بيش جيكم مليحة وجيكم غيونتي انكم تديروا ملون أبيض يعني في هذا المقدار درت نصف الملعقة المتوسطة من الملون الأبيض نخلط كلش مع بعضها بالفوي بهذا الطريقة نخليهم جانبا من جهة واحد أخرى هنا حبيباتي جبت هنا كمية من السكر الناعم اللي هي عندنا هذا الكيس تاع السكر الناعم يرفض 700 قرام درته كامل والكيس الثاني اديت منه كاس تاع أم والد يعني حوالي 220 قرام حبيباتي باش تتقيدوا بالمقادير عندي كيس كامل والكيس الثاني اديت منه كاس غربلتهم ضروري انكم تغربلوا السكر تاعكم حكا باش تتفادوا هذوك الحبيبات بعد ما غربلتهم كامل نجيب هذوك السوائل نبقى ونضيفه في السوائل على دفوعات ورانا نعجنه فطل ينتعنا ضروري حبيباتي انكم اضيفوا هذك السوائل على دفوعات وراكم تعجنه في السكر الناعم هنا حبيباتي راني سرعت لكم شوية في المقاطع لاني محبيتش الفيديو يجي طويل بزاف وبإذن الله راح اندليلكم يعني مرة واحد اخرى اني هنا كنت نصور بالزربة يعني ما كنتش خليت كافة المقاطع بإذن الله راح نعاود نخدمها معاكم في فيديو مفصل ونعطيكم يعني كل الخطوات بالتفصيل هنا راني نضيفه هذوك السوائل بالتدريج على دفوعات وفي نفس الوقت حاولوا انكم تحكموا مليح ذاك السكر الناعم حتى تتحصلوا عليها بهذا القوام حطيتها في الريسيبيون كي ما راكم تشوفوا هنا تخبطوها مليحة باش تخرجوا لكم الطلية هذيك الفوقاعات كي ما راكم تشوفوا هنا نخليها بكيس بلاستيكي انا حبيباتي بعد ما غطيناها بكيس بلاستيكي تخليوها كسوس وطبيتوها الليلة كاملة في الثلاجة ولا تخليوها مدة تسعتين ثلاثة هكذا رايح تخرج كامل هذوك الفوقاعات كي ما راكم تشوفوا شوفوا هنا قوامها يعني جا رائع جدا لما كي ما راكم تشوفوا هنا حبيت اللون تحن خليه في البلون اللي حبت يعني تلونها تديري شوية من الباطاغام نوكها اللي تحبي رايح تعطيك يعني الضوك وكذلك تعطيك اللون انا حبيت اللي هنا نخليها في اللون الأبيض شوفوا هنا حبيباتي بشجيكم الخدمة السهلة وانقية جبت هنا يقغي كما راكم تشوفوا وحطيت فيه الحبيبات السابلي يكونوا هكا بعض شوي على بعضها ودرت كميه من الطليا في فلابوش ونبدأ نوزها بهذا الطريقة يعني هكا الخدمة رايح اتجيكم سهلة وانقية ثم نقوم بتخبطها جيدا و هنا تشوفوا كينا ديبو الخرجو لكم في الطليات و اطفيهم هذا ماكا حبيباتي خليت شوية حبيبات تعصابلي فوق القغي يعني واحد ازواج دقائق ولا من بعد هنا نرفضهم كما راكم تشوفو ونحطهم في بلاتة واحد اخر باش ميلسقوش معاكم في القريك جيو تنحيوهم يعني رايحين يتقصروا لكم الحبات خليتهم حبيباتي ليلة كاملة يعني اخدمت صابلي تاعي في الليل غلاسيتو وخليتو بيتو الليلة كاملة حتى الغدوة هذيك باش جيت لهم لقيت الطلية تاعي يعني نشفت جات ما شاء الله نجيو هنا حبيباتي ترفضوها كاموس وتبدأ وتنقيو هذوك الشوائب اللي يكونوز يعني زيادة هذيك اللي تهبط من تحتها اتنقيو الحبيبات تاعكم هكا بش الخدمة تاعكم جي متحوفة كي ما راكم تشوفو حاولو انكم يعني تخدمو على لا فينيسيو هكا الخدمة تاعكم تجي نقية وجي متحوفة الله يبارك بعد ما كنت حبيباتي نحيت كامل هذوك الزوائد تاع الطلية كي ما راكم تشوفو الطلية تعناراها لمعا وشو نقولكم ونحتاجو هنا كذلك هذو اللمع كي ما راكم تشوفو فلاغ جونتي كي ما راكم تشوفو لما هذو خاص بالطلية ولا بالشوكولا بلون يعني رايح يزيد لها في اللمعا تحا ترجع ووش نقولكم نحتاجو هنا بانسو كي ما راكم تشوفو ونبدأ نمسح في الوجه تاع الحبة تعنا يعني صاير داير هكذا رايحة طلية تعنا لماعة ونزيد ونضيرو لها هذو الملمع رايحة تخرج ووش نقولكم يعني تبريه عاما من بعيد وحنا حبيبتي نكمن للمع كامل حبيبتي عصابي التوعي ونروحو هنا ينخدمو لي موتيف تع عجينة السكر هنا حبيبتي اجبت لاباتاسوك كي ما راكم تشوفو هذي في اللون الوردي حبيت نذير الوريدة التاعي في اللون الوردي مع القلاساج بلان يعني واخر جوت ووش نقولكم هنا شوفو هذي مول تعلاباتا سيك كي ما راكم تشوفو ان سيليكون كنت راح نستخدم من هذوك الدو موديل ولكن عجبتني هذي الوردة اللي منها يعني الوردة اللي من هي كنت خدمت لقام بها من قبل في البلو يعني خرجت ولا ارواح اليوم حبيت نذير بهذاك المول السيليكون هذك على شكل قلبي نحيط هنا حبيبتي شوية من لاباتاسوك تعجنوها شوية بين يديكم من بعد تضيفوا لها كمية من التيلوز بالنسبة اللي تيلوز هو المادة اللي تخلي لاباتاسوك تعنا تنشف امعنا يعني كين نخدمو هذوك اللي موتيف رايحين ثم ثم ينشفوا معاكم يعني يولي القوام التحهم ما يتخسرش نجو هنا حبيبتي نشكلو الوريدات التوعنا كي ما راكم تشوفو حطيت قدامي شوية عنشا نستعينو بنشا لانه في الاول يعني الدقائق الاولى لاباتاسوك تعكم تكون تلسق يعني تحسوها باللي تلسق في صبعكم هكا رايح تجينيكم شوية باش تخدمو الورود بتاعكم لذلك جيس ما تلقوا باللي لاباتاسوك خرها تلسق في صبعكم تغطسوا صبعكم فقط في النيشا وتخدمو نكمل هنا حبيبتي معاكم الورود بتاعي كي ما راكم تشوفو يعني هنا في كل مرة نستعين بالنيشا هكا باش ما تلسقش اماعي نهاي لكم هنا هي كملتها اهنا نجي نديمولي للورودات التاعي شوفو هناك فشي تنحاوا معانا بكل سهولة شوفو لي هذي كالرش ماتع الورودة هذي يعني رائحة جدا اي وحدا نقول لك حبيبتي لقيت هذك المول في الاسواق ما ترعطيهش اشيره يعني الورودة هذي بزف بزف هايلا هنا حبيبتي بعد ما اخدمت يعني الورودة التاعي كي ما راكم تشوفو حطيتهم هكا في بلاطو وخليتهم اي نشفو من بعد ما نشفو لي حطيتهم يعني شوية برك من الشوكولا ولا يعني لكم الحرية احتوي اذا كان عندكم قلاساج تديروا غير شوية بكتاع قلاساج نقطة بركتاع قلاساج وتلسقو الورودة التاعكم وهاوليكم هنا حبيبتي حطيت الحبيبتي تاع الصابلي تاعي كي ما راكم تشوفو في الكيسات لارغونزا هذي كذلك كدرتها في اللون الوردي هكا بش تخرج لي معا هذك الموتيف كي ما راكم تشوفو هنا حبيبتي الصابلي تاعنا في الشكل تاعه النهائي جامين اروع ما يكن شوفو لي هذك الطليا ولا القلاساج تاعنا كيفاش جا يبري طليا لما ثمثم يعني تنشف معاكم وكذلك اجيب بزف بزف قطرية وبنينا مع المذاق تحاتي على ذاك الليمون ووش نقولكم واللهي ما تتشبعنت منا فقط تجربوها وتستغنوا كامل على الشوكولة بالاخص في الصيف والسخانة كي ما نعرفو الشوكولة يعني ثمثم تخسر الحلوة تاع الشوكولة لذلك ننصحكم تسيوا هذي الصابلي تاع الطليا اللي خرج من اروع ما يكن تبعوا في باكة معايا يا حبيبتي المقاطع الاخيرة بش نقسم معاكم حبة الصابلي تاعنا بش تشوفو كيفاش جات من داخل وكذلك تشوفو التكستير تاع حبة الصابلي انتعنا شوفو هنا قربت معاكم شوفو الطليا تاعنا كيفاشرها لما جت رائعة جدا نتمنى حبيبتي وصفتي لي نهار اليوم تكون عجبتكم كما نتمنى ان شاء الله تدعموني بالجام اذا عجبتكم الوصفة طبعا واذا كنتوا استفدتوا من هذا الفيديو ويلو كان بحاجة قليلة خرجتوا هكا مستفادين ويلو كان بأسيوس ولا ناصيحة ولا اي حاجة معتمدتها نتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا حتمتموا بليجام ليكمونتر والاشتراك في القناة كما انا ما نش نبخل فيكم بالوصفات وراني نقدم فيهم من كل قلبي كل حاجة يعني نعرفها ولا متمكنا فيها نحاول اني نبرتاجي معكم باش ان شاء الله كامل تستفادوا اطهلوا لي في رواحكم وقولكم السلام اشتركوا في القناة